قال ترامب القدس لهم وقال الله عز وجل فإذا جاء وعد الآخرة ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيره قال ترامب لقد عمل فريقي ليلا ونهارا لإنجاز هذه المهمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من عاداهم إلى أين هم يا رسول الله قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس قال ترامب إن شعوب المنطقة نعمل لمصلحتها ولابد أن تقبل بما عملنا وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال قيل أين هم يا رسول الله قال أنتم شرقي نهر الأردن وهم غربيه حتى يختبع اليهودي من وراء الشجر أو الحجر فيقول الشجر أو الحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي وراء تعالى فاقتله قال ترامب لابد للعرب أن يعتذروا عن الحروب التي خاضوها وقال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سديل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون إما أن يقتلنا كلام ترامب وأعوانه وإما أن يحيينا كلام الله ونحن على مخترق الطرق لأنهم يخوضون حربا عقائدية يقرؤون ما هو مسطر في توراتهم ويعملون بمقتضاه ونحن أمة إذا لم نعمل بما جاء في كتاب ربنا فلا قيمة لنا نحن اليوم في حالة ضعف والضعف لا يعيبنا والاحتلال لا يعيبنا فإن الله عز وجل يقول وتلك الأيام نداولها وقال الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم علي من غلبة وقوة وارتفاع شأن حتى يميز الله الخبيث من الطيب فإن كان هناك من كلمة نقولها فأنا أقول لك شكرا ترامب لقد كشفت الحقائق ووضعت كل واحد أمام شخصيته وقلبه وقواده إن القدس ليست حربا ولكنها مشروع أمة القدس ليست حربا ولكنها مشروع أمة نحتاج فيه لأمران الأمر الأول ألا نقنط ألا نهزم لإن غلبنا على الأرض فما ينبغي أن نغلب على عقيدتنا فقد مر في تاريخنا أن التتر دخلوا إلى بغداد فأسروا خليفة المسلمين ووضعوه في شوال من شيد وألقوه في النهر ليموت حريقا غريقا أعمى وكان خطباء الجمعة يقولون لتفتحن القسطنطينية ونعم الجيش جيشها ونعم الأمير وأميرها وكان صوت الهمس وقتها يقول انظروا ماذا يقولون وصدق الله وكذبت تتر ونحن اليوم نقول صدق الله وكذبت رمض وأعوانه والأمر الثاني أننا نحتاج إلى إعداد مشروع لا إعداد حرب فنحن ضعفاء والضعف لا يعيبنا ولكننا نحتاج أن نجعل مشروعا لأبنائنا نقولها لهم ولو كلمة فلسطين عربية من بحرها إلى نهرها ومن شمالها إلى جنوبها وبالعامية لن يضيع دين وراءه مطالب فلسطين عربية من بحرها إلى نهرها ومن شمالها إلى جنوبها فلسطين عربية